أضرار الملح تعرف على أهمها ما هي أهم المشاكل التي قد يسببها الملح للصحة وما مدى خطورته إليكم أبرز أضرار الملح على الصحة ارتفاع ضغط الدم المشكلة الأولى والأشهر من أضرار الملح هي مشكلة ارتفاع ضغط الدم حيث أن الخلل في توازن المعادن في الجسم وزيادة كمية السوديوم قد يؤدي إلى احتباس الماء في الجسم وبالتالي زيادة حجم الدم وزيادة الضغط معها ثانيا مشاكل في الكلة من المعروف أن الشعيرات الصغيرة والحساسة في الكلة مسؤولة عن تنقية الفضلات في الجسم وتصفية الدم من المعادن الفائضة ومن بينها كميات السوديوم الزائدة عن حاجة الجسم مشاكل القلب بما أن زيادة تناول الملح يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم فهو أيضا مرتبط بزيادة احتمال الإصابة بأمراض القلب والشرائين مشاكل الجهاز الهضمي يلعب السوديوم دورا مهما جدا في توازن القاعدة والحمض في الجسم وفي إفرازات الجهاز الهضمي بالإضافة إلى أنه أثبتت إحدى الدراسات ارتباط تناول الكميات الكبيرة من الملح بالإصابة بسرطانات المعدة الجفاف الصوديوم الزائد في الجسم يعمل على سحب المياه من داخل الخلايا بحسب الخاصية الإسموزية وبالتالي جفافها وزيادة الشعور بالعطش في الجسم لتناول السوائل التي تعيد الأمور إلى توازنها الذوم أو انحباس الماء في الجسم إذا ما كنت ممن يعانون من احتباس السوائل في الجسم وخاصة في فترة الحمل أو في حالات الإصابة ببعض الأمراض وخاصة أمراض الكلا فهذا مؤشر إلى زيادة كمية الملح المتناول خلل في عمل المعادن والهرمونات وجود كميات كبيرة من الصوديوم في الدم قد يؤدي لخلل توازن المعادن والهرمونات في الجسم مما قد يؤثر على العديد من العمليات الحيوية في الجسم وخاصة التي تعتمد على تنظيم كهرباء الجسم والتالي تدخل في عمل الأعصاب هشاشة العظام زيادة الصوديوم في الجسم قد تؤثر على توازن المعادن وخاصة الكاليسيوم ومنع امتصاصه في الجسم والاستفادة منه هذا قد يؤثر سلبا على كثافة العظام ونموه وخاصة في الحالات المعرضة أكثر للإصابة بهشاشة العظام مثل النساء ما بعد سن الياس وهكذا أعزائي ينهينا لكم أضرار الملح إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا بدعمنا بلايك واشتراك في القناة لكي يصلكم كل ما هو جديد دمتم برعاية الله